وإنت صغير؟ أنا كان حظي كويس في البدايات ونقدر نقول أنها كانت أبيض فبيض لأنني اشتغلت مع مخرجين مهمين وعملت أفلام مهمة وأنا صغير طول فترات حياتي يمكن مش بمثل كتير أنا لكن اتعلمت من أساد ذاتي اللي اشتغلت معهم زي الأسود أعطف الطيب زي الأسود أحمل زاكي رحمة الله عليه إن الواحد يختار الحاجات الكويسة فالغاية وقت طويل أنا كان حظي كويس وكان حظي أبيض يعني مين اللي مشاك في الطريق ده؟ التمثيل التمثيل؟ والدك والدتك مين اللي اهتم بيك؟ أمي أمي كانت وأنا صغير أنا بمثل وأنا صغير عشان كده بقولك مين اللي وديك؟ أكيد مش أنت اللي روحت بنفس أكيد ماما يعني ماما ربنا أديها العمر والصحة كانت بتيجي معايا وأنا صغير وكانت بتعلمني إزاي أقول الجمل وإزاي أمثل وكانت ملحوظاتها آآ بتتقلي من المخرج بعديها يعني كانت هي هي عندها حس فني عالي ومتزوقة للفن بشكل كبير وكان نفسها أني أنا أكون فنان وكده ووالدك؟ آآ ووالدي رحمة الله عليك كان يمكن أنا ورس الفن ممكن أكون من بابا لكن المساعدة الحقيقية كانت من ماما ماما هي اللي كانت دايما توديني لما فازت بالأم المثالية أنت نزلت وطيت على رجلها وبستها واخفتش يقولوا أن انت بتعمل شو وأن دا مش حقيقي؟ ما جات لكش لحظة كده من القلق أو الخوف؟ مش مهم أنا كان كل اللي بفكر فيه إن أنا أساعد أمي بكل الحاجات أمي خدت الأم المثالية كان في مهرجان مقام في بورسعيد آآ في اللحظة اللي هي أيما كانش تعرف إن هي هتاخد أم المثالية كانت مفجأة بالنسبالها فااااااااااا وكانت أنا اللي بسلمها الجايزة فأنا بسلمها الجايزة حاسيت أن أنا عايز أبوسها عايز أحطها في أعلى مكانها فمالقيتش غير أن أنا أبوس رجليها قدام كل الناس وقدام العالم كله عشان دا دا حسسني أنا بالفقر وحسسني أنا بالسعادة وإن أنا يعني قدرت إن أنا أرد جزء صغير جدا من جمائلها علي انت عندك اخوات؟ عندي اخوات اه عندي رندا وحيدة يعني انت كمان وحيد لو والدتك دلوقتي اكيد بتشوفنا حابب تقول لها ايه كلمة بيضة كده اقول لها بحبك يا امي انت كل حاجة في حياتي انت انت مصدر السعادة بالنسبالي انت لو انا في خير فهو سبب دعواتك ليا في صلاتك اقول كلام كتير قوي وهدمع كمان بس خلينا نروح للفنان الجميل احمد زاكي علشان الدموع دي مش عودينها هتنزل كنت في الاعلان الاخير بتاعه وفي فنانين كتير قوي يشتغلوا مع الفنان احمد زاكي وما كانوش في الاعلان اختاروا الناس ازاي والله يعني انا عشان طلع اشعاعات كتير ان في فنانين كانوا موجودين رفضوا زمالهم ورفضوا انه وجود اسامي تانية فده حقيقي والله يار ما كنتش موجود وقت ما كانوا بيرفوضوا او بيقبالوا بس انا يعني شفت ناس في الاعلان ما اشتركوش مع العشوز احمد زاكي وشفت ناس مش موجودة واشتركوا مع العشوز احمد زاكي فلما سألت يعني عرفت ان او او يعني اتأكدت من فكرة ان مش بس اللي اشتغلوا مع العشوز احمد زاكي هم اللي اتعلموا منو فحلو ان انت تجيبي ناس ما اشتغلش مع العشوز احمد زاكي ويقولوا انهم اتعلموا منو اه بالظبط زي العشوز عمر سعد اه واعتقد ان في ناس ما كانتش موجودة بسبب انها كانت مسافرة او عندها شغل او كده استاذ مارفت امين كانت مسافرة كانت مشغولة بالمسلسل بتاع الدكتوري حالفقراني لكن مين رفض مين عشان يحصل اين ما ما كنتش موجود لما لو حصل ده يعني فعلا لكن انا ما كنتش مفكر غير في اني انا اي حاجة ليه علاقة بالاستاذ احمد زاكي انا لازم اكون موجود فيها اه بدون تفكير انت على علاقة بابنه للأسف لا ولكن انا انا ماشي بامنية هو كان بيتمنىها يعني انا قابلته في يوم الايام انا قابلته كان بيعمل فيلم معالي الوزير الكلام ده كان بعد ضد الحكومة بوقت طويل وقال لي انا نفسي تعمل فيلم انت وهيسر اه ومرت اليام وهو اتوفى وجيب فيلم اسمه البلياتشو وطلبوني عشان اعمل ضيف شرف مشهدين تقريبا وما ترضتش وفيت اشتركوا في القناة